مزاجي هنا كنوز وأشياء غريبة واجدوها الناس في أماكن غير متوقعة جزء الرابع خوش واحد مزارع كان بحديقته ولاحظ شي غريب بين النباتات سحبه والمفاجأة طلع كيس كبير يشبه أكياس الذهب فتح الكيس وطلع فيه 150 ألف دولار فخاف المزارع وراح سلمهم للشرطة فقالوا له أنه لو محت طلبهم احقوا له ياخدهم رسميا سمعت تجار الخبر وقالت أنه هي اللي لقيته للفلوس ورمتهم لأن فيهم لعنة والغريب أنه بعدها بأيام مرضت وماتت فرح المزارع خلاص وبيأخذ الفلوس ما في حد يطلبهم وفجأة أصابه نفس المرض اللي صاب جارته زي ما توقعته الآن مات وللآن محد عارف من وين جات الفلوس أساسا ومحد من أهالي الميتين راضي يستلمهم اثنين عمال قاعدين يرمموا بيت مهجور وكسروا أحد الجدران ولقوا قنينة غريبة وراء الجدار فتحوا القنينة ولقوا فيها سنارات صيد وقطع زجاج وأسنان إنسان وسائل أصفر سائل أصفر سألوا عن الموضوع واكتشفوا أن هذا البيت كانت تسكن فيه أكثر ساحرات رعب وحقارة في التاريخ البغيضة الشريرة أنجيلين تيبس أعوذ بالله